الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا بقصر الاتحادية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين كما شهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تشاور سياسي بين وزرتي خارجية البلدين ومذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي وأخرى في مجال التاقة والموارد المتجددة كان الرئيسان عبدالفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيلا قد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت تعزيز العلاقة وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات والتنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توفر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق والاطمئنان على تواجد أرصدات منها تكفي لفترات أطول وذلك مما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 2147 متعفين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 374 479 حالة وتم تسجيل 2272 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته ووفاة 57 حالة جديدة كشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثيرات جائحة كورونا عن تعطل واتراب الخدمات الصحية الأساسية ومن بينها برامج التطعيم وعلاج أمراض مثل الإيد في 92% من بين 129 دولة شملتها الدراسة وقالت المنظمة في بيان لها أن الدراسة أظهرت أن الخدمات تأثرت بشدة مع عدم حدوث تحسن أو حدوث تحسن طفيف لا يذكر في تلك الخدمات عن المسح السابق في أوائل 2021 وأكدت المنظمة تدهور مستوى الرعاية العاجلة التي تشمل خدمات الإسعاف وخدمات الطوارئ حيث سجلت 36% من البلدان اضطرابات في الخدمات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ألمانيا حليف يعتمد عليه بشكل كامل في ملف أوكرانيا وتعهد بايدن في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض بأن خط أنبيب نوردستريم 2 سيغلق إذا هاجمت روسيا أوكرانيا من جانبه أكد شولتس أن بلين وواشنطن متفقتان تماما على العقوبات الواجب فرضها على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكران في الكراملين بأنها مفيدة وموضوعية وجدها وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع ماكران إن بعض أفكار ماكران يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة وأضاف بوتين أنه سيعقد محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي بعد أن يجري ماكران محادثات مع القيادة الأوكرانية من جانبه قال ماكران إنه وجد خلال محادثاته مع الرئيس الروسي نقاط التقاء بشأن الأزمة الأوكرانية مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات أعلن البنك الدولي في تقرير له أن تلوث الهواء يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنويا وقال تقرير البنك الدولي إن تكلفة تلوث الهواء إضافة إلى تلوث البحار والسواحل تقدر بأكثر من 3% من إجمالي ناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة مشيرا إلى أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة من بين أعلى المستويات في العالم ودع البنك الدولي دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها أكثر خضرة ختم مجاز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل